شكراً أستاذ محمد وأنا إلي الشرف أكيد أكون موجود معك اليوم وخصوصاً أننا سأحكي عن موضوع أساسي اللي هو موضوع مبادرة الويست وزيرو أو إذا بدنا صفر نفايات نعم وطينا نحكي عن صفر نفايات عم نحكي عن المبادرة تابعة لمجموعة التدوير صحيح سهي مبادرة تحت كيادة مجموعة التدوير اللي هن شريك استراتيجي وشريك أكيد منظم للمؤتمر لكويست وتحت كيادة وزارة التغيير المناخي والبيئة بالإمارات ونحنا كشركة استشارات إدارية كمان تابعين للمبادرة وهدفنا مننا أنه نبلش نتعامل بشكل فعال أكبر مع موضوع الانبعاثات لأنه إذا نحكي عن الانبعاثات اللي هو موضوع أساسي لليوم نحكي تقريباً 5% من الانبعاثات العالمية يبتج من كتاع النفايات مبطل فينا نحنا بـ 2024 نتفادى هذا الموضوع وما نتطلع بسلسلة القيم بالنفايات ونقول من تجميع النفايات لمعالجتها والتخلص منها كيف فينا نتطرك لموضوع انبعاثات الكربون وهذا هو الأساس للمبادرة اليوم نحنا عم نرجع نحكي فيها بس هي أطلقت بالكوب 28 ومن وقتها لليوم صار عنا إذا بدك تفاعل كبير جداً من كذا شريك عنا تقريباً خمسين شركة اليوم مضيوا معنا وبلش الشغل بشكل جدي على الموضوع واليوم وتنكون موجودين هنا عم نحكي أكتر مع أطراف تنجذبهم أن يكونوا معنا ضمن هذه المبادرة هذه المبادرة إذا بدك تكون فعالة فيها ثلاث محاور عندك محاور محور السياسات والتشريعات بلا الحكومات نحنا ما بنقدر نشتغل مظبوط بالكتاع وتاني محور هو محور التقنيات اليوم كتاع النفايات صار له 20-30-50 سنة ما تطور مثل الكتاعات الأخرى بس التقنيات موجودة سو ليش لا نحنا اليوم عم نشتغل تنجذب هيدول التكنولوجيز إذا بدك أو تقنيات للكتاع وآخر كتاعي اللي هو الشركات اللي حكيت عنه لأنه اليوم تنكون فعالين بموضوع النفايات لازم نحكي عن حكومات لازم نحكي عن الكتاع الخاص ولازم نحكي عن المنظمات الغير حكومية وحتى نحنا كأشخاص عنا دور أساسي كمان تنطلك المبادرة فمشان هيك نحنا اليوم موجودين إلي الشرف أكيد أحكي عن المبادرة وأحكي أكتر عن كتاع النفايات